السلام عليكم ازايك يا جماعة عاملين ايه ايه رأيكم في الحلقة التحفة ده بازن الله هننزل على القناة الفترة اللي جاية سلسلة تعليم اكسسوارات تابعونا وان شاء الله لو في اي فيديو او اي اكسسوار عايزين تعملوه سبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هنعملو فيديو مخصوص الادوات اللي انا استخدمتها خط سلك زي ما انتو شايفين فضي واستخدمت خرز لولي وكمان الحلق نفسه اه وحلقات كل الحاجات دي اه تقدروا تشتروها من المحلات بتاعت الهند ميت ده في الاخر وده الخرز اللي انا استخدمته اه هنقص حوالي خمستاشر سنتي من الخيط يعني اح مش محتاجين خط كتير زي ما انتو شايفين هنبدأ نحط الخرز هنحط الوقتي سبع خرزات انا استخدمت كريستال مط اه الالوان طبعا بتاعتنا انا بتكلم بس في الطريقة اه مش مهم المقاس الخرز على قد ما مهم الالوان اه اه حسب ما انتو عايزين الخرز ده بيتباع بالعقد طبعا مش بالمش بالكيس يعني. بااااااا بعد ما خطينا السبع خرزات رجعنا بالخيط في اخر خرزة وبدأنا نشد من الناحيتين. بعد ما خلصنا هنحط خرزة لولي مقاس اكبر من المقاس اللي احنا استخدمناه. وبعدين هنشدها لتحت بالشكل اللي انتو شايفينه ده. والخيط هندخلو في الخرزة اللي انتو شايفينها دي. خرزة واحدة بس. انا دخلت اول خيط. الخيط التاني هنعمله العكس. في نفس الخرزة. وبكده نكون خلصنا تقريبا الحلقة. هنبدأ بقى نستخدم الادوات التانية بتاعتنا. ونلفوه بالشكل ده. وبعدين نعمل حاجة زي الحلقة. اهو. ونبدأ نلف الخيط على الحلقة دي. اكتر من مرة. والخط الزيادة هنقصه. بالشكل ده. وبكده نكون خلصنا هيكل الحلقة بتاعنا. هنركب دلوقتي الحلقة المعدن اللي احنا اه شفناه في اول الفيديو. مع اه جزء بتاع الحلقة اللي بيتعلق. ونقفله كويس جدا عشان ما يقعش. اهو. وبكده نكون خلصنا. ما اخدش معنا يعني خمس دقيق. ماكملش. طبعا هنعمل الفردة التانية بنفس الطريقة. اه سهل جدا وممكن الاطفال تعملوا. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعنا. ياريت لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة واتفعلو الجرس عشان يوصلوك كل جديد. باي باي.